نقطة نقطة مهمة أوشي عشان برضو لما بنيجي نتكلم مع الأطفال هم الأطفال يعني يا أطبر شباب صغير تمام؟ لما بنيجي نتكلم معاهم وأعطاك أنت اللي هتأكد لي ده أو تنفيه يعني احنا متعامل مع اللعيبة دي أنه أنت وطني ولا مش وطني أنت بتحبنا ولا بتحبناش بتحب مصر يا ابني ولا لا هو بالنسبة له هو أصلا رجل يعني مولود في أوروبا أساساً أي وحد فيهم يعني هو بالنسبة له الموضوع كارير يعني هلعب أني منتخب ممكن يفيدني يعني ممكن مثلا على الفجر أنا بقول كده كلام ده على أساس إيه على أساس اللي هتأشوف ناما على إيبت المغرب والجزائر والسنغال والغانا هو كل واحد بيختار مصلحته والدليل مثلا أنه كان فيه بواطنج واحد بيلعب في ألمانيا واحد بيلعب في منتخب غانا عادي الاثنين إخوات إخوات فأكيد مش واحد يعني وطني وواحد خير مثلا مع نفس الأسرة ونفس التربية ونفس كل الحال هو بيبص عليها كأنه لفريق أنه أنا مركزي مثلا هبقى مفيد للمنتخب ده ولا ممكن ملعبش يعني مثلا ممكن ما عرفش ألعب مع ألمانيا بس هارف ألعب مع مصر أساسي بالزبط حزبة بالزبط أنا بقول الكلام ده هو ده اللي انت بتعيشه معايا بس عشان نازل بتصوير العالم أو اللعبة دي بتبقى خينة مثلا طبعا لا لا كلامك مزبوط 100% ودي نقطة أنا كتير بحاول أن أروسلها للناس أنه جماعة مش فكرة أنه يعني اللي هو يقول لك إيه أنت لازم تشوف التيشرت بتاع منتخب المصري بقى تيجي جاري وبتاع في نقطة هنا مهمة جدا يا كريم لازم نفرغ بين حاجتين ما بين اللعيب وليكن مثلا بيكلم عن كريم رمزي اللي لقى في الأهلي أو في الزمالك واتولد في مصر وشرب من نيل مصر وتربى في مصر وجاله العرض من ليفر بول وطلع محمد صلاح مثلا وطلع وراح ليفر بول وبعد كده يجي منتخب مصر عايزه فيقول لك لا خدت الجنسات الإنجليزية وأنا هلعب لإنجلترا ده أنا عندي بقى مشكلة هنا نزعل آه طبعا هنا عندي بقى مشكلة أنا اللي بنيتك وأنا اللي اشتغلت عليك وأنا اللي كبرت وأنا عملت كل حاجة بزبط أنت ابن البلد وطلع وبتتكلم لغتنا وعايش معانا لكن لما يكون لعب العكس تماما هو ما بيتكلمش اللغة بتاعتك هو تولد في فرنسا أو في أسبانيا بيكلم أسبانيا صحابه مدرسته كل حاجة هو بيجي مصر ممكن كل ثلاث سنين مرة زيارة أسبوع متخيل فكون هو يبقى عنده بيس الرابط أصلا مع مصر ده موجود ده حاجة كويسة ونمسك فيها ونمسك فيها ما نجيش نقوله إيه ده أنت ما يجيلك تشيرت طب ما نحن بالحزبة دي هو فرنسي أكتر منه مصري على فكرة هو أسبانيا أكتر منه مصري أو ألمانيا أكتر منه مصري لأنه هو دعايش هناك بيتكلم لغتهم مدرسته وصحابه هناك فاهم أصلا يا كريم صح فاهمه وضعه ما بتتقسش كده لكن هو زي ما أنت قلت الكارير بتاعه لازم هو برضو يحسبها الحزبة زي أنت بالظبط يا كريم دلوقتي عندك رجل مزيع وناجح ممكن يجيلك عرض بكرة من سكاي سبورتس هتروح ولا تقول لا أنا لازم اشتغل في تهيزون شرف تشتغل في تهيزون بردك بس ده الكارير بتاعك ده نقلة في الكارير بتاعك بتحسبها كده ممكن هنا في بردك يقولك لا بس أنت لو كملت معنا هنعمل لك عرض بالشكل الفلاني ده شغلك في الآخر هي لازم ناس تبقى فاهم الموضوع بالشكل مضبوط طيب أنا اللي عايز أفهمه إنك بقى إيه الصعوبات اللي بتواجه اللاعبين دول عشان يجوا مصر يعني دي مثلا واحدة من الصعوبات إنه إنت إزاي تعرف تقنعه إنه هتستفيد يعني الاستفادة الفنية ليك مع منتخب مصر أكتر مثلا من منتخب ألمانيا أو أسبانيا طبعا دي صعوبة من الصعوبات اللي عبتتع فيها إيه الصعوبات التانية اللي ممكن تواجهك دي صعوبات كتير جد يعني أول حاجة أصلا فكرة إن انت والسيرش بياخد وقت وجهد فأنت عشان توصل للأول اللي انت تعمل السيرش وتوصل لللاعب وتتأكد إن مصري ده جهده وصعوبة علشان بعد أما تتأكد إن مصري تبدأ إن انت تعرف توصل له ما أنت خلاص ممكن عرفت المعلومة كريم رمزي ده بلعب في أرسنال هو مصري طب هاوصل بقى الكريم ده إزاي لصعوبة تانية طب وصلت لكريم كريم ده بلعب في نادي كبير جدا زي أرسنال إزاي أقنعه إنه هو يجي لعب لمصر هذه صعوبة تالتة زي ما أنت تكلمت طب أقنعته هتيجي بقى تكلم المدرب مع كامل احترامي المدربين في مصر في مدربين بيبقى عندهم نفس الفكر بتاعك أو الرؤية بتاعتك إنه يبقى عارف أهمية اللعب المحترف برا وفي مدربين تبقى مع كامل احترامي ليه وما بتلاقيش عندهم الموضوع ده في المدربين يقولك يا عم لا اللي عندنا أحسن لا أنا ما شفتوش ياريت ياريتها بس عنه ما شفوش ودي برضو لها حل والله يعني لازم ودي لازم مع تحاد الكرة يوفروا إنه لما يكون فيه مدرب بيقولك أنا فيه لعب معين في انجلترا في نادي مهم ما عايز أروح أشوفه لازم من تحاد الكرة يوفر ده المدرب يروح ويتفرج ما فيش مشكلة بسيدي فدي مش مش أزمة لا يا أزمة عندنا لكن الأزمة الأكبر إنه تلاقي المدرب نفسه ما عندهش القناعة إن اللعبة اللي برا دي ممكن تفيدك ممكن يقولك لأ أنا وانا شفت ده شفت ده مش حسكر أسماء يعني شفت ده وشفت ده في مدربين يقولك اللي عندنا أحسن أق念 انت بتقوله مثلا عندي ليل ovat اللعيف اللي بيلاع في ليفربول أو في النهاين فيقولك لا اللعندي أحسن بجد أوأ الله يقولك لا يعني أنا أنا اللعيبة اللي عندنا أحسن فيه ناس مثلا عايزين يبعثوا اللعيب اللي هو في ليفربول أو في أرسنال أو عايز يجيبه يختبره وتبص مع كامل احترامي برضو والله أنا ما بزكرش أسماء بس أنا بقولك معك ده ما احترامي للجميع. لما تبص في الآخر لمؤهلاته عند المدرب المصري اللي هنا. ومؤهلات اللي عند مثلا المدربين اللي في أرسنال أو في ليفر بول أو أو. أكيد فيه فروقات. ده حاجة ما تعبهمش. بس الناس دي خدت شهادات أكبر عندهم إمكانيات أكبر. فأكيد لما يبلعب ده بيتدرب معهم. فأكيد هم ما شايفينه كويس جدا. فهو فعلا كويس. يعني أكيد. لكن احترام انت يسا عايز تيجي تختبره. تيجي تقول لها بعث له اختبار مثلا يجي تلتة ايام اربعة ايام. يطلبه كده فعلا. ايوة يعني انت لعب زي ده مثلا. أنا ما بقولك مثلا فيه لعيب مثلا بيلعب وليكن في أرسنال مثلا أكبر من سنه كمان. اللعب زي ده انت بفوت تجيبه على طول دمعاية. يعني ما فيهاش تفكير. استحالها يكون. وتلحقوا كمان. وتلحقوا. يعني يروح منك. بالظبط كده. فانت لا. طب أنا عايز أشوفه الأول. حد قال لي قبل كده فيه مشكلة تانية بقى بتواجه اللعبين دول. لا علاقة بأمور. لا علاقة بجوازات السفر والجنسية. ما هدين مشكلة كمان. دي اخر مشكلة بقى من الحال الأخيرة. ان انت خلاص المدر بقتنع وعايزه والكلام ده كله. تلاقي بقى مشكلة في. ودي حاجة من حاجات اللي ان شاء الله يعني نهوي بإذن الله نشتغل عليها معذر الشهور. لان دي فعلا بتعطر كتير جدا. انا عملنا كل الجهد ده. وتيجي مثلا وليكن فيه بطولة بقى عليها شهرين ثلاثة. تلاقي ان الورع عشان يطلع له يقعد ست شهور مثلا. طب اضع الفرصة لمشاركته في بطولة. صح. صح. دي مشكلة كبيرة. انا بشوف انه لازم يبقى فيه ان شاء الله يا رب يعني وتكمع موضوع الخير. بقى فيه بروتوكول. ما بين وزارة الشباب ما بين وزارة الداخلية. انه هؤلاء اللي عابين يكون ليهم مصار تاني مختلف في اجراءاتهم غير مصار اللي موجود. اللي بيتم التعامل به مع اي حد تانية. طبعا. ده مش تفرقة ولا حاجة على فكرة. بالعكس. بس دول جايين في مهمة وطنية. انا عايز اقولك انه في المغرب في تونس اللعيبة دي اتخلص لهم. اوراقهم في 24 ساعة. وانا اولياء امور كتير بيحكوا لي اللي معهم اكتر من جنسية. وفيه ممكن يلعب للمغرب وتونس ومصر وهكذا. بيعرضوا عليهم. اقول لهم تعالوا بس وحنخلصوك الورقة في 24 ساعة. احنا عندنا بياخد وقت ده يعني الموضوع بياخد وقت طويل. هنا اخدك ليه سؤال تاني. احنا منتكلم فيه لعبين مهمين بيلعبوا في منتخبات دلوقتي. يعني الشغل اللي انت عملته مع زميلك لعبوا في منتخبات نشئين وشباب. بس هنا فيه معضلة اخرى. نعم ممكن يجي لعب معك منتخبات نشئين وشباب. وفجأة رايح لمنتخب اول تاني. كويس. الفيفا يسمح له منتخب جنسية اخرى ومنتخب اول. طبعا. ازاي بقى بنقدر نحافز على دول. ودي من النقطة تانية. هل مسلا انا محتاج مسلا يعني. اسمه تيبو. تيبو غبريال. تيبو غبريال. ده مسلا بوتنشل. شكله واعد يعني. صح. انا محتاج دلوقتي مسلا احطه في معسكر منتخب وطني جاي وحطه في اي سكواد او اي تشكيلة او اي قوام لأي مباراة حتى ودية عشان اضمن انه خلاص انا كده حجزته لا بص انا برضو بحبش افكر فيها بالشكل ده. اه. لان برضو انا لو انا مش عايزه فعليا برضو ما اقولش ايه يلا عشان احجزه وبعد كده ما استعداهوش تاني. انا كده اضررت اللعب برضو. فاهم اصد يا كريم انا لازم اقول انا فعلا عايزه. بس انت صح انت انسانيين طبعا انسانيين. ده طبعا مش اندر ده بس انا اصد انه. وفعلا انا ممكن برضو انا كمنتخبات مصر ناشئين وشباب اعدت اكونوا دولي. كويس. وبعدين رحي لعب لمنتخبتين. وفجأة لايتي ومسلا رحي لعب في منتخب ألمانيا الاول. فاهم اصد. يبقى فرحيتي بقى انا عدت لعبه في ناشئين وشباب واختار ألمانيا في الهنة. في النهاية. فانا مفهول نتعامل مع الموضوع ده ازا عشان برضو اعادت افكر فيه. اه لا هو الموضوع كله متوقف على الجانب المصري هنا والجانب المصري ده المقصود به. المدرب زميله في الفريق. اه تعامله مع الاداريين اللي بتعامل معهم او المسؤولين. طول ما انت محسس الولد ده. بان انت واحد مننا. شايف الحب وشايف الاهتمام به سداني عمرو ما هيروح يفكر مرة تانية ان هو يغير ويروح لمنتخب تاني. طالما انت جبته. لكن جبته بقى وقرفته. ما طبعا هو اصلا مش هبعيز يجي تاني. صح. لكن جيه وشاف التدير والحب خلاص. لان زي ما بقولك هو فيه رابط في الدم نفسه. هو حاسس بانه هنا الانتماء الاصلي. نشوف الزلزولي لما اتعرض عليه يلعب لاسبانيا المغرب اختار المغرب. بغم ان اسبانيا كانت مؤفالوا الموضوع في البداية ومصريين هم يضموا. راح اختار المغرب. وسبحان الله ان القدر يبقع المغرب امام اسبانيا في البطولة. ولعب امامهم. وخرج اسبانيا وكمل وعمل الانجاز مع المغرب فزي ما بقولك دايما فيه رابط بيربط اللعب ببلده الام يعني. دي نقطة مهم. بس ما هم يلاقي التأدير. دي أبراف عليك دي نقطة مهمة اوي. انا بس اللي بقى بيعطش غيني ايه. الرابط الدولي مش رابط بعقد زي الاندية. صح. يعني انت مثلا لو عندك لعيب ناشي انت متوسم فيه الخير في المستقبل هتم دي مع عقد طويل امد فتضمن انه هو موجود معاك لحد ما يطلع الفريق الاول. بس المنتخب هي ريسك بصراحة. فانت انت بتتكلم في حتة معنوية. معنوية بس انا واثق من نتجته. طول ما الولد شاف يعني ان هو مرتاح وبيلعب وبيشارك خلاص هو عارف ما هو خلاص ما طالما بيلعب وخد مكانه في السيستم بتاع الكرة في مصر وفي منتخبات مصر ما هو خلاص عجلا او عجلا عارف انه خلاص انا كده طالع هلعب مع المنتخب الاول وخلاص يعني واحد زي تيبو ده ما شاء الله وكان موجود على فكرة كانت مع كابتن محمود جابر راح المعسكر اللي هو اكبر منه بثلاث سنين المعسكر الشغال دلوقتي